موسيقى لكن برضو حدثت معجزات مرافقة كثيرة عند الصلب حدثت ظلمة كثيفة على الأرض غطت وجه الأرض تذكروا معاي أن عيد الفصح هو في الربيع والبدر أو القمر بيكون بدر كامل فلا يمكن أن نحاول نترجم أو نفسر الموضوع أنه صار فيه ظلمة لثلاث ساعات ظلمة كثيفة نعتبرها كسوف الشمس لأن هذا الكسوف عادة لحظات بسيطة لكن ثلاث ساعات هذا اندل على شيء أنه حتى السماء حجبت هذا المنظهر عندما صرخ المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني ظلمة كثيفة على الأرض شيء آخر حدثت زلزلة وتشققت الصخور على فكرة عند صلب المسيح وقيامة المسيح حدث هذه الزلزلة وطبعا يقول أيضا أنه أجساد قديسين كثيرين في المدينة المقدسة مدينة أورشليم قاموا واستمروا إلى يوم القيامة في مدينة القدس شيء ثالث وهذا مهم جدا ويعتبر أهم شيء لموت المسيح على الصليب مكتوب انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل هذا الحجاب هو حجاب كثيف جدا وسميك ويحتاج إلى أكثر من 200 إلى 300 رجل أنه يرفعوا هذا الحجاب السميك فمش ممكن يد بشرية ممكن تمزع أو تمزق هذا الحجاب فكان عمل إلهي انشق هذا الحجاب خلي بالك أنه الكهني والرؤساء عم بيصخروا من المسيح وهون علامة مهمة جدا أنه المات على الصليب هو القدوس البار فهذا الحدث مهم جدا وهذا الحجاب هو كان في طبعا في منطقة القدس اللي بيفصل عن قدس الأقداس قدس الأقداس وين تبوت العهد أو تبوت الرحمة اللي كان يدخل الهيكل مرة وحدة في السنة حتى يكفر عن خطيته وخطايا كل الشعب مرة وحدة في السنة رئيس الكهني فقط لكن عندما انشق الحجاب صار الدخول إلى الأقداس بدم يسوع بمتناول يد كل واحد مباشرة إلى الرب أنك تدخل إلى حضور الله وهذه هي معجزة طبعا المعجزات عند الصليب أنه كل واحد صار عنده المؤهل أنه يأتي إلى الرب بدون حجاب بدون حواجز نأتي بثقة بيقين إلى عرش النعمة اشتركوا في القناة